كابتن عمرو والخير دلوقتي هنسمع هيقول ايه ونرجع تاني نكمل حديثنا تاريخ كرة السلة الحديثة بدأت بالسلعوي او جيل متحة وردة والسلعوي طريق الصباغ وهلوم مجرة كنت ساعد جدا نكون واحد اللي عاشر هذا الجيل السلعوي سطر تاريخ كرة السلة المصرية الحديثة بهداف أولمبياد لوسانجلوس السلعوي لغاية النهاردة العالم الافريقي والعالم كله في كرة السلة يتذكر حداف لوسانجلوس سعيد جدا نكون رفيقه طول فترة تواجدنا بعد المتخب السلعوي جمهور الاهلي الزمالك الاتحاد كل جمهور مصر يتذكروا بالخير كل التوفير لكابتن السلعوي واحنا بلغة الضراج بالخير طبعا كابتن عمرو يلتك كنت لعيب بسم الله ماشاء الله ربنا نديك الصح والعافية قلتوا ليه لعمر؟ عمر اقوله عمر يعني اعتبر اخويا يعني عمر يعني عمر كان والده ماسك المنتخب هو كان لسه بيجي بيجي كده وبتاع لكن من اللعيبة اللي برضو بلعب مجاملة ها؟ لا 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 يعني من اللعيبة اللي برضو قصرت في الاتحاد وقصرت في منتخب مصر ومن اللعيبة الهيلة ليه مصمة في كرة السلة طيب كان صنع لعب بعد التاريخ الطويل اللي انت قضيته في الملاعب وبعد الارادة والتصميم والتحدي اللي بينك وبين نفسك وصلت سن معين من الداخل على الاعتزال بس انت كان فيه الروح كتجربة انت وتعليها في الوحدة في نادي الامارات اه في وحدة الامارات اه دي كان من قبل ما طروح النادي الاهلي ولكن بعد من النادي الاهلي لا لا دي بعد ما خدت هده في بحرابيض بحرابيض اه تمام وانت في الاهلي اه لا كنت لسه في القاهرة كنت لسه في القاهرة التجربة دي عاشت معاك ازاي او انت عاشتها ازاي انا عاشت معايا كانت حلوة جدا بالنسبالي تجربة مفيدة جدا لان انا برضو الحمد لله قدرت ابني صدقات جامدة جدا هناك واصحاب جو غير جو لانت قد تفيه جو غاد دلوقتي على اتصال بيا ولما عملت مباراة تكريمي او مباراة اعتزالي منتخب الامارات صمم يجي يلعب مع منتخب مصر كان هنا في اه في القاهرة في صلت الشرطة وصمم ان هو اللي يجي يلعب مع منتخب مصر ما فكرش انك تكمل هناك وتكمل بقى كتدريب او كليع ده الربط هناك ده الربط في نفس النادي اللي انا كنت فيه نادي الواحدة حققت معايا انجزات؟ حقق انا معا بطولة الخليج مرتين انا دوري عام سبع مرات اه اه اربع مرات ما شاء الله ما شاء الله كان من احسن اندية فانا بقولك تربطني صداقة جمدة جدا بهم يعني انا لان اه نفس اللعيبة اللي معظمه كان بلعب معانا اه هم دلوقتي بقى بقى مسؤولين اه مسؤولين طيب بعد المشوار الطويد ده زم انا قلت كده التحدي والكلام ده كله من اه اه اختبارات الكورة اختبارات السلة في النادي القاهرة ولم توفق بعد روحت النادي القاهرة ومن النادي القاهرة لعبت ناشئين وروحت المنتخب مصر الاول وانت كل ده في نادي القاهرة وهنا انا بقول لكل اللاعبين اللي موجودين على الساحة ايه وا اتفكت موسيقى